ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله على وجه الخصوص قصد مساعدتها في إجراء عملية جراحية قيمتها المالية 300 مليون سنتيم لا يمكن أن تجرى إلا خارج المغرب الخطيب أكدت في تصريحات عدة أن ابنتها البالغة من العمر 30 سنة كانت قد تعرضت قبل سنتين لصراطان الغدد اللنفاوية وأن خروجها الإعلامي اليوم جاء بعد أن أضحى إخضاعها لعملية زرع النخاع الشوكي أمرا مستعجلا جدا حيث أكدت أن العملية لابد أن تجرى خارج المغرب وتكلفتها تساوي 300 مليون سنتيم حيث نشدت القلوب الرحمة من أجل مساعدتها في جمع هذا المبلغ الكبير لإنقاذ فلدة كبدها التي تأزم وضعها الصحي بشكل كبير جدا وغير ذلك فإن ابنتها تضيف الخطيبة تحتاج شهريا لأدوية قيمتها 5 ملايين سنتيم نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر